ملف الزراعة التعاقدية أحد من أهم الملفات التي تهتم بها الدولة الفترة الأخيرة إيه المقصود بالزراعة التعاقدية ودرها في تعظيم الإنتاجية في هذا القطع؟ تمام، هو طبعاً سيادتك الزراعة التعاقدية من أهم المزايا أو من أهم السياسات التي اتخذت الدولة في الفترة الأخيرة وتقدمها كهدية للسدر المزارعين طبعاً أن المزارع، الأهم المشاكل يتقابلون تسويق المنتجاب بتاعته فالزراعة التعاقدية بتضمن للمزارع أنه يتسويق المنتج بتاعه قبل ما ينتجه أنا قبل ما أنتج عارف أن أنا هتسويق المنتج بتاعه لمن؟ وبسعر كام؟ فبقى عارف أن أنا وإيه درجة الجودة اللي مطلوبة مني؟ فبقى عارف قبل ما أنتج المنتج بتاعي خلاص سوقت المنتج بتاعه فالزراعة التعاقدية بتضمن سعر عادل للمزارع وسعر أيضاً مناسب للمستهلك وبتضمن للمزارع أنه سوق المنتج بتاعه في التوقيت المناسي وبأشي عاني ومشاكل التسويقية اللي بي كان بتتم قبل كده ومن خلال إحنا بالدولة بتعمل يعني أسعار ضمان وبتكون عادلة بتاخد في الاعتبار تكاليف الإنتاج والأسعار العالمية والعائد من المحاصيل المنافسة بحيث أوفر للمزارع عائد مجزي وساعده في تسويق المنتجات بتاعته وفي الوافذ الوقت بوفر المنتجات سواء للتصدير أو للمصانع اللي شغال على تصنيع الزراع فهي منظومة متكاملة بتحقق مصالح المنتج والمصادر والمستهلك والمصانع في وقت واحد الواحد بيبقى حيران الفلاح يتخذ قرار الزراعة إزاي؟ يتخذ قرار زراعة واحد من المحاصيل الاستراتيجية اللي بتقوم مهمة ولا يتجه لزراعة مثلا نباتات عطرية دات عائد كبير ومادي مربح ولا يشتغل أو يزرع حاجة من الحاجات اللي هي بتقائمة على استصلاح التربة أو أنه بيبقى فيه بعض النباتات بتقوم مثلا بالنيتروجين فيكسيشن أو بأنها بتصلح من التربة نفسها في حد ذاتها فتدي في الموسم اللي بعده أنت جاي أعلى الفلاح بيتخذ القرار إزاي؟ وبصوا حقيتك إحنا يعني كدولة محتاجين كل هذه المحاصيل يعني إحنا محتاجين محاصيل استراتيجية عشان نعمل أمن غزائي محتاجين نباتات عطرية عشان نعمل إحلال محل وردات ونزود الصادرات محتاجين نحن نزرع محاصيل بوكلية بحيث ما ساتك قلت نحن نثبت النتروجين في التربة ونفيد المحاصيل القادمة لكن السياسة الزراعية في جمهورية مصر عربية وزارة الزراعة والصحر الأراضي بنوجه السادة المزرعية للمحاصيل اللي بترغبها الدولة في كل مرحلة لها ظروف بتاعتها يعني مثلا في مرحلة من الوقت بالأوقات في مشكلة في الأمح على مستوى العالم فشجع المزارعين أنه يتوسع في زراعة الأمح ما بفرضش عليه بس أنا بحط له سعر مجزي قبل ما عاد الزراعة بوقت كافي وأعلن عنه فهذا المزارع فكرة الزراعة في أحواض تاني وتأسيم الأراضي الزراعية يعني ده هتبقى مخصصة للزراعة كذا ده هتبقى مخصصة للزراعة كذا ده يزود الانتاجية ويزود كمان الربحية للفلاح هو طبعا سيادتك الدورة الزراعية يعني بشكل كبير بتساهم في أنه يعني تجمع المساحات اللي هي القسمية دي في أخوض واحد ويزرعوا محصول واحد فده بيسهل عملات الخدمة وعملات الحصاد وبيع المحصول بشكل جماعي وبيزود انتاجية زي سيادتك قلت وإحنا في هذا الاتجاه في حاجة عندي ده اسمها الحملة القوامية للنهود والمحاصيل الستراتيجية زي محصول القامح وزي محصول الزراعة الشامية بنراعي فيها هذه العملية إننا حمنا نعمل حاجة اسمها تجمعات الشدية فكل مثلا مجموعة من المزرعين بنشجحهم جنب بعض مثلا عشرة فدان أو أكتر في مزرعين متجاونين مع بعضهم بنحاول نعمل هذه الأرض نزراحها بشكل جماعي ونطبق فيها الموارسات الزراعية الجيدة وتبقى تجربة بنقولون يا جماعة قد زراعات التجمعية هي لزراعتكم لكم مع بعض وفي حوض واحد هتشوفوا المزايا اللي حاصلت لنا دي زراعات التجمعية بتخفض تكريفة إنتاج بتزود الإنتاجية بتوفر يعني في المية يعني لها مزايا كبيرة فإحنا بتجهين إن إحنا نتوسع في زراعات التجمعية بحيث نتغلب على مشكلة التفتت الحياسي